هذا واستهجن وكيل قطاع المشاريع في محافظة عدن المهندس غسان الزامكي تهجير مواطنين من المحافظات الشمالية الأعمال التي رأيناها في اليومين السابقين في عدن أعمال استهجنها جميع أبناء محافظة عدن الشرفاء جميع أبناء عدن المسالمين كون عدن هي مدينة السلام، مدينة الوآم من قاموا بهذه الأعمال هم فئة خارجة عن النظام والقانون فئة يجب محاسبتها ويجب تقديمها للعدالة وللمحاكمة لأنها شوهت السلم والأمان والإطمئنان والسكينة الموجودة في عدن وبين أبناء محافظة عدن جميع الساكنين في عدن هم في مختلف محافظات الجمهورية يعيشون في وآم وفي سلام ولا توجد أي ضغايا أو إحقاد